قالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس خلال إشرافها على عرض ورقة طريق تفعيل الهبة التضامنية الإنسانية للشعب الفلسطيني قالت أنه آن الأوان للمنظمات الحقوقية والإنسانية أن تشكل قوة ضغط على كل المتسببين في الجرائم والتي وقعت بفلسطين حتى يفكرون في تداعيتهم السياسية التي تسببت في مأساة إنسانية التغطية كانت للزميلة نجبة سماي أنا الأوان أن خاصة بالنسبة للمنظمات الحقوقية والإنسانية أن تشكل قوة ضغط على هؤلاء حتى يفكرون في تداعيات قراراتهم السياسية ويراجعون هذه السياسة التداعيات التي تسبب في مأساة إنسانية عبر العالم لا مثل لها وما معاناة الشعب الفلسطيني ما هي إلا دليل قاطع على فشل هذه السياسة ترجمة نانسي قنقر